موسيقى يوم الصباحي بسن الثناية بناء الغبائل الفترة المسائية بسن الثناية لأصحاب السمو الشيوخ تابعنا الشوط الأول وكانت الشاهينية مع الموعد لهجن العاصبة بغيادة المضمر غياذ الهلالي وهنا شوط المهجنات على أرضية هذا الميدان مباشرة نسير إلى المغدمة إلى الشاهينية لهجن العاصبة بغيادة المضمر غياذ الهلالي هنا أيضا هجن الرياسة مع هملولة بغيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي ننتقل إلى المركز الثالث وفي المركز الثالث بهذه اللحظات شعار سمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد المكتوم على ظهر مزن بغيادة مضمر عبدالله بن سالم المسافري وفي المركز الرابح المركز الرابح نود على المركز الرابع في هذه اللحظات لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بغيادة المضمر راشد بن حمد بن حلفان المرين انتقل إلى المركز الخامس وفي المركز الخامس هملولة لهجن الرياسة بغيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي وفي المركز السات الفهده اللي يسموه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة مضمر سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي وفي المركز السات المركز السات الشاهنية لهجن العاصبة بغيادة المضمر غياذ الهلالي المركز السابع المركز السابع نشوف اللي على المركز السابع السايحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة مضمر محمد بن سعيد بن حلوة اللي تتبيه وفي المركز الثامن ريمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة مضمر سعيد بن عبيد الحميري المركز التاسع الفراحة للمركز التاسع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بغيادة مضمر طارش بن مبارك بالقوبة ننتقل إلى المركز العاشر بيان ولا أدري شو عندها من البيان ما أدري شو عندها من الخبر بيان على المركز العاشر لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد بغيادة المضمر مختار بن أحمد الذي دائما يختار المنافسة في الشوط الأول والشوط الرئيسية هذا أول لدى للمراكز العشر الأول ونرجح وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام لمغدمة هذا الشوط إلى الشاهنية الشاهنية منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي على مغدمة هذا الشوط مسيطرة سيطرة كاملة وسيطرة فعالة لهجن العاصمة بغيادة المضمر غياذ الهلالي وهنا هملول منذ البداية وهي تلاحق الشاهنية على مغدمة هذا الشوط بهذا الشعار شعار هجن الرياسة بغيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيب الهنتين تقريبا من فصلات انفصال كامل انفصال كليا عن بقية المراكز يا سلام بمسافة تقريبا 500 متر عن المركز الثالث في هذا الأداء منذ البداية وحتى هذه اللحظات نرجع إلى المركز الثالث وفي المركز الثالث نود لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف السعود بغيادة المضمر راشد بن حمد بن حلفان المري وفي المركز الرابع هملول على المركز الرابع لهجن الرئاسة بغيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي وفي المركز الخامس السايحة ليسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوة اللي اجتبي المركز الساد تلف هدى على المركز الساد اللي يسموه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي ننتقل إلى المركز السابع وفي المركز السابع الشاهينية لهجن العاصفة بغيادة المضمر غياذ الهلالي المركز الثامن نشوف اللي على المركز الثامن في هذه اللحظات ريم المكتوم بغيادة الملمر سعيد بن عبيد الحمير المركز التاسع المزنة المزنة على المركز التاسع لكن غدوم من الشاهينية لهجن العاصفة على المركز التاسع والعاشر والهنتين بغيادة المضمر غياظ الحلالي هذه النتيجة هذه النتيجة فيه هذه اللحظات بنشوف بنتخبر جماهيرنا ومحبين ومصورنا ومتابعين غنات دوباي ريسن حد شافلي الشاحنية يا السلام نحن ابتهينا نعد المراكز العشر الهوائل وهي غربت بمغدمة هذا الشوط من برد انفرات كامل انفرات كليا بالمغدمة لهجن الحاصفة بغيادة المضمر غياذ الهلالي يا السلام وصلت كيلو الغابات ونحن عند لوحة مادري لاربعة كيلو متر يا السلام نشوف المركز الثاني هملوله على المركز الثاني لهجن الرياسة بغيادة مضمر علي بن جميل الوهيبي المركز الثالث هملوله ايضا لهجن الرياسة بغيادة مضمر حلي بن جميل الوهيبي المركز الرابع نشوف نود على المركز الرابع في هذه اللحظات لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بغيادة راشد بن حمد بن حلفان المري وفي المركز الخامس المركز الخامس السايحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راجد المكتوم بغيادة مضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي الفهده الفهده وهده هده هده فهده على أرضية هذا الميدان الميدان يا سلامي الفهده لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راجد المكتوم بغيادة المضمر السعيد بن حمد بن حزيم الفلاسي نشوف ناخذ المركز السابع المركز السابع نشوف غدوم أيضا على المراكز المتخدمة مراسيل لسمو الشيخ حمدان بن راجد المكتوم بغيادة مضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي بيان وصلت عندها بيان عندها كلام عندها أداء يا عيبة أخبار من بدع ذلاب نعم عندها علوم عندها علوم فراسة وصلت وانتغلت من مركز إلى مركز تتجول وين وصلت وصلت إلى المركز السابع لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بغيادة المضمر مختار بن أحمد بو أحمد في التضمير في الهداء المركز التاسع الشاهنية والعاشر الثامن والتاسع والعاشر الثلاث لهجن العاصمة بغيادة المضمر غياث الهلالي هذه النتيجة هذه النتيجة والشاهنية وين متصدرة نعم متصدرة غايمة هذا الشوط حتى هذه اللحظات بدون أي منافسة على الإطلاق يا سلام خلصنا من ستة كيلو متر باقي اثنين كيلو متر عن خط النهاية هي السلام والميدان مستقيم مستقيم إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية بهذا الأداء المتميز لسن الثناية لأصحاب السمو الشيوق ها هي الشاهنية الشاهنية تلعب وترقص على مغدمة هذا الشوط مرة تريح ومرة تربع على كيف تتجول وترقص على أرضية هذا الميدان لهجن العاصفة بغيادة المضمر غياث الهلالي المركز الثاني هملولة هملولة غادمة بهذا الشعار الحمر لون الخطر شعار هجن الرياسة بغيادة المضمر الضافر بولجميل علي بن جميل الوهيب الفهدة من الجانب الثاني الفهدة غيرت إلى المركز الثاني في هذه اللحظات ليسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي المركز الرابع الصائحة في المركز الرابع يا سلام الصائحة بغيادة نضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي بيان على المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد بغيادة انضمر مختار بن احمد وفي المركز السات وصلت وصلت الشاهينية وصلت الشاهينية عينها على المغدمة الشاهينية لهجن العاصبة تحمل رقم واحد وتبا مدرج رقم واحد عند الهبوط هناك عند المنصة الرئيسية وعند خط النهاية ها هي الشاهينية لكن اشوف التغيير من صالح املول لهجن الرياسة بغيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي يا السلام يا السلام يا الشاهينية بدت تتسلل من مركز الى مركز يا السلام تبنقته الثانية ها هي الشاهينية لهجن العاصبة بغيادة المضمر غياذ الهلال يا السلام املول على المغدمة الشاهينية على المركز الثاني املول لهجن الرياسة على مغدمة هذا الشوط في هذا الأداء المتميز في هذا المساء المتميز لسن الثنايا لأصحاب السمو والشيوخ هملول على المغدمة هنا الشاهينية الشاهينية وهملول الاتجاه إلى وين إلى خط النهاية إلى الفوز إلى الناموس المعركة طاحنة بين هملول بين الشاهينية هجن الرياسة هجن العاصفة هجن العاصفة تتسلل تنتزع المركز الأول سلام يا فزا سلام يا غياذ سلام يا هجن العاصفة تهانينا للمرة الثانية لمالك هجن العاصفة سيدي اسمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز شاهينية بالمركز الأول المركز الثاني هملول لهجن الرياسة المركز الثالث السايحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم الشاهنية على المركز الرابع لهجن الحاصب المركز الخامس لسمو الشيخ عمدان بن راشد المكتوم الذي وصلت مراسيل على المركز الخامس هذه النتيجة والتوغيط الزمني من مخرجنا ساعة وصول الشاهنية إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة الثمانية كيلو متر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار 12 دقيقة 44 دانية جزء واحد من الثانية تهانين لهجن الحاصب تهانين للمضمر غياذ الهلالي والذي وصلت في المركز الثاني ايضا ما قصرت قدمت عرض ما في الكباية ونافست حتى الامتار الاخيرة حصلت على المركز الثاني في زمن وغدرة 12 دقيقة 45 جزء واحد من الثانية تهانين لهجن الرياسة تهانين الغافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي والذي وصلت في المركز الثالث السايحة والسايحة الساحة وجالت على أرضية هذا الميدان في هذا المساء وحصلت على المركز الثالث في زمن وغدرة 12 دقيقة 50 دانية 7 جزء من الثانية تهانينه لسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد هالمكتوم تهانينه للمضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي تهانينه للجميع على هذا الهداء المتميز في هذا المساء المتميز مع السن الثمانية مع السن الثناية سن الكبار مسافة الكبار مسافة الثمانية كيلومتر تهانينه والنموس مشاهدين الكرام موسيقى موسيقى موسيقى